موسيقى اهلا بحضركم من جديد الفقرة الحوارية التانية جي وقتها واعتقد انها تكون ميسك ان شاء الله مع واحد من اساطير الكرة المصرية سواء مع منتخب مصر او مع نادي الترسنة في العصر الذهبي ده كلها كل قدم ايضا صوالاته وجوالاته في المجال التدريبي خارج مصر مع نادي العين الاماراتي ونادي الشرق اكيد كلنا عارفينها وكلنا يعني بنتابع والمذاكر يعني كرة خليجية كويس قوي يعرف اسم الكابتن شاكر عبد الفتاح عامل ازاي في الخليج في المجال التدريبي اللي مشرفنا من نوعنا وزي ما قلت لحضراتكم ما تبقى ان شاء الله فقرة هي مسك الختام في الفقرة الحوارية التانية وايضا لحلقة الاهلي الليلة اليوم كابتن شاكر من ورد اهلا بيك كابتن عمر وطبعا يعني اشكرك على المقدمة اه الجميلة ده حاجة بسيطة كابتن شاكر لا اهلا عفو اكبر حضرتك ايه الحمد لله بسيطة صح حرك بخير الحمد لله ما يلترسى نعمل ايه الحمد لله هو دلوقتي يعني متربع على قمة المجموعة بتاعته اه مع نهاية الدور الاول فنتمنى طبعا ان شاء الله ان نفضل ماشيين بنفس الايه العطاء اللي هو اه موجود لان احنا الحمد لله ودي طبعا يعني شيء جميل ان الترسانة اه بدأت الدور الاول الى حد ما يعني مكادش متفوقة اه لكن انهت الدور الاولاني بتلت مباريات اه فوز اه خلت ترسانة متسيدة الموقف مع نهاية الدور الاول الحمد لله برضو تلت مباريات فوز متولية في الدور التاني اه حفظت بهم على المقدمة اه ودي طبعا يعني شيء جميل انك انت ستة اسابيع واربعا فوز فالبداية غير اه نهاية الدور الاول يعني احنا دور الاولاني بدأنا تلت مباريات الاولانيين حصلنا فيهم على خمس نقط التلت مباريات الاولانيين في الدور التاني حصلنا على العلامة الكاملة او الدرجة الكاملة تسع نقط من التلت مباريات اه نتمنى طبعا انه بنفس القدر وابنفس التحصيل اه الترسانة هو دي الوسيلة اللي فعلا تدينا المؤشر الاتمقنان والثقة في العودة باذن الله للمكان الطبيعي والتاريخي لنادي الترسانة لان يعني كفاية قوي عشر سنين بعيد نادي الترسانة مش على خريطة الكورة المصرية ما احترامنا طبعا لكل فرق الدرجة التانية الترسانة بتاريخه بنتيجه ببطولاته بنجومه من سنة 1921 منذ انشئ نادي الترسانة وهو دايما كان معطاء سواء في النجوم او في المباريات وهو كان الضلع الثالث في الكورة المصرية مع الاهل والزمالك فاعتقد يعني دي نبزة بسيطة بنهمس بها في اذن لعبتنا لهم اصبحوا من لعبت الترسانة ان ده تاريخ وبنحملكم المسئولية والامانة وده يعني حيبقى تاريخ كبير لكم ان انتوا اللي بعد عشر سنين عجاف تعودوا بالترسانة الى الحصاد وعودة الترسانة للدورة الممتاز لان بعد الترسانة اضر كتير بالنادي وبنجوم النادي الحقيقة لان يعني في لعيبة كتير في مدربين كتير من ولاد الترسانة ونجوم كبار ابتعاد الترسانة عن الدرجة الممتازة الممتازة الانظار كلها بعدت للأسف الشديد عنهم صح فدي طبعا ضرر طبعا ضرر كبير ضرر كبير بالنسبة لو تكلمنا على نجوم النادي منهم كمدربين الضرر الاكبر طبعا بيقع على النادي فان طبعا انت بعيد عن الاستثمار بعيد عن الاراضات الكبيرة الرعاة الممالغ التلفزيون فبتتحط في ازمات انت في غين عنها صعود الترسانة وده المكان الطبيعي المفروض ان ليه حيغنيه عن حاجات كتير وحقوق كتير هترجع لبعض الايه الافراد او من لعبة او نجوم الترسانة السابقين والحاليين الترسانة كابتن في المركز الاول عنده 34 نقطة عنده مباراة بعد بكرة ان شاء الله يوم الخميس 7 فبراير مع فريق كوكاكولا هتبقى في ملع كوكاكولا في المركز الرابع عن 29 نقطة طبعا مجموعة القاهرة 14 فريق بيصعد منها فريق واحد فقط الترسانة الاول عنده 34 نقطة سيراميكا 33 نقطة بتساوي قناة 33 نقطة وكوكاكولا في المركز الرابع 29 نقطة افسي مصر في المركز الخامس 28 نقطة فاضح ان مجموعة القاهرة مجموعة قوية جدا جدا يا كابتن شاكر لكن شايف مباراة يوم الخميس تي ازاي بما ان احنا فتحنا الكلام على نادي الترسانة وعلى ان شاء الله مشوار الصعود اكيد مباراة صعبة كابتن ينحصر في خمس فرق في الترسانة سيراميكا سيراميكا قاعد فترة كبيرة قوي تقريبا معظم الدر الاول كله مع نهاية اخر مباراة الترسانة بقت على رأس الجدول هي لسيراميكا القناة بنفس القدر وبنفس القوة كان اف سي مصر لحد ما اخر مباراة لعب مع الترسانة اتغلب خسر بس اجبتن كل اف سي مصر ليه فرص اعتقد اكيد طبعا يعني لسه بدري وبعدين عنده 28 نقطة يعني مباراة او مبارتين مبارتين طبعا انا بتكلم على بالترتيب تمام صح في الترسانة سيراميكا القناة اف سي مصر بعت شوية عنهم لكن مبعدش قوي كوكاكولا برضو تعصر في مباراة تعادل فيها في الاسبوع اللي قبل اللي فات او الاسبوع اللي فات كان متوقع ان يكسب فبعد عن الاول باربع نقاط وعن التاني وعن التالت اربع نقاط وعن الاولان بخمس نقاط فالعملية كلها بكتير مباراة او مبارتين فمازال الصراع بين الخمس فرق بس بينحاصر الان ما بين الترسانة سيراميكا القناة دولة الصراع معهم في الاول كل ما بتلعب مع فرقة من المنافسين وبتتغلب عليها يبقى انت هنا خلصت من ايه من عقبة او كابتن شاكر هل ممكن يتوقع فريق من الفرق اللي موجودة حاليا ممكن تنافس على المدى البعيد ولا التلات اسماء اللي حضرتك قلت عليهم دول واحد منهم هو اللي هيكون في الدورة الممتاز انا اعتقد المنافسة هتكون ما بين التلاتة الاولين ما بين الترسانة وسيراميكا والقناة طبيعي هتبقى فيه مناوشات على بعض من كوكاكولا ومن افسي مصر هما ما ما بيعدوش بحس ان تبقى الفوارق بعيدة ويبقى قضية الامر لا لكن لحد الان الترسانة القناة سيراميكا الخمسة في دائرة المنافسة الاسبوع ده كابتل والاسبوع التاني اسبوعين حاسمين مع نادي الترسانة بسبب انه عنده لقائين برا ملعب اللقاء اللقاء القادم امام كوكاكولا واللقاء اللقاء بعد هيكون يوم 14 طبعا فأكيد مطشين ممكن يساهموا بشكل كبير في حسم نادي الترسانة في صدارة المجموعة صح؟ أكيد يعني هتبقى المبراتين دول أنا شايف وبتابع طبعا الفرق عن قرب دايما ان الرغبة والإرادة سواء من الجهاز الفني او اللاعبين او مجلس الادارة الحقيقة وبصفة خاصة الاخ طارق سعيد رئيس النادي هو متابع باستمرار للفرقة لان عنده الرغبة والإرادة قوية جدا من الموسم الماضي بصراحة بس حصل ظروف فإن الفرقة تطلع والموسم الماضي هو كان لسه الانتخابات وكان لسه ناجح وكان فتت يعني ركلات الترجيح هي اللي كانت السبب وحناك عارف هي ركلات الحظ والمعاناة لا للسنة اللي فاتت اللي فاتت اللي فاتت كان المتش مع المنافسة كانت بيننا وبين نجوم المستقبل صح اتعدلنا في ملعبنا للأسف لو إحنا كسبنا كنا كسبيني 1-0 لو كسبنا كتصعد هتتتلسانة من التلسانة كان فيه سنة من السنين كابتك الخيار اللي ده الموسم اللي قابليه مباشرة اللي هو ما كانش دربات كانت دربات الجزاء الشرقية اما تعدلنا مع الشرقية لزأزي ويعني ما كانش لينا نصيب وخرجنا أو ما صعدناش بسبب دربات الجزاء لكن اللي أنا شايفه يعني طبعا ولمسه بنفسي الجهاز الفني بالكامل بيسعب كل جهده أنه هو فعلا يحقق شيء مع الترسانة مجلس الإدارة وبصفة خاصة زي ما بقول لحضرتك الأخ طرق سعيد طبعا كرئيس للنادي متواجد باستمرار حتى في الايه في التمارين وبيدعم بكل قوة لأن في البرنامج الانتخابي بتاعه أو المجموعة طبعا كلها كانت بصفة عامة أن الترسانة كانت مرسومة أنها تسعد أو تسعده في الصعود في الموسم اللي فات وإذا لم يتحقق الصعود يبقى الصعود حتمي في موسم 2018 في الموسم الحالي الموسم اللي إحنا عايشينه وعشان كده الكل متكاتف كمجلس إدارة لأنه دوت في البرنامج الانتخابي بتاعه وزي ما بنقول يعني الكفاية عشر سنين على الترسانة في في الظلمة محدش يعرف يعني للأسف شديد يمكن في ناس ما تعرفش تاريخ الترسانة كتير يمكن معلش ما احترام ليهم في لعيبة من اللي في النادي صغيرين ما يعرفوش تاريخ الترسانة يمكن اللي بيلعب دلوقتي عنده مثلا اتنين وعشرين ولا خمسة وعشرين سنة حتى وهو عنده خمساشر سنة طلع لقى الترسانة فين هذا كعبتل ان انا رحت اعارة اعارة ترسانة طبعا انا عارف بس انت الفترة دي كنت انا مساء كنت بر صح اه فطبعا ده يعني يسعدنا طبعا ان يعني انت لانك ابن عزيز وابن اخ عزيز وغالي يعني علينا فبنقول عشر سنين كفاية اوي اه الترسانة اه وطبعا يعني للأسف الشديد في فترة من الفترات يعني فيه اندية كتير يعني جات حصلت فيه من السبع تامن سنين حاجة زي كده ثلاث اندية نزلوا قاعدوا بقرار اه ففضلوا زي ما هم طبعا احنا ودي اندية كانت اندية شعبية اه فاحنا يهمنا طبعا ان الاندية الشعبية كلها تعود لان انتماء الناس او الجماهير للاندية الشعبية بيسري الكرة بشكل كبير يعني شوف دلوقتي في الدور الممتاز رغم قلة الجماهير لكن بقيت بقيت فيه حياة في الملاعب أربع تلاف الحقيقة من هنا النادي الترسانة عايز اعرف رأي حالاتك فيه وهل شايف ان شاء الله ربنا يكتب الصعود لنادي الترسانة يكون على ايدي كابتن احمد كشري راجل المناسب اللي يقدر ياخد الترسانة الدوري الممتاز هو كابتن احمد خلاص يعني بدأ معهم من شهر سبعة من يوليو 2018 ف والوضع والمكانة اللي في الجدول فيها الترسانة بتقول ان الناس ماشية بخطة نجاحة تمام كابتن احمد كشري من المدربين الوعدين هو اشتغل في البلدية برغم انه بدايته كشغل كان اشتغل خارج مصر لدولة جيبوتي تقريبا واشتغل في اكتر من اشتغل في جيبوتي مدرب منتخب جيبوتي مدرب منتخب جيبوتي عن طريق المنظمة الافريقية دايما كانوا بياخدوا مدربين من مصر طبعا منهم طبعا كمن اوائل هؤلاء المدربين الله يرحمه كابتن مصطفى عبدالغالي فيه كابتن شريف الخشاب وشريف الخشاب طبعا وكابتن كشري كابتن لطفن سيم تقريبا افتكر برضو تمام راح عن طريق منظمة الافريقية يعني الكابتن كوشري مدرب منظم مرتب في شغله عنده طموح قدامه طبعا المستقبل كبير نتمنى طبعا أن الكابتن كوشري يكتب له أول نجاح وهتعتبر بطولة إن شاء الله بقيته وصعوده بنادة سلسانة للدور الممتاز إن شاء الله والحقيقة والمجموعة كلها اللي شغالة معاه سواء كابتن أحمد رجب وكابتن عصام والدكتور محمد وسيد حامد وحتى العاملين معاه الكل بيشتغل على قلب راجل واحد وبعيد عن أي منغصات زي ما كان البعض بيقول دايما إن لا ده ترسانة في ناس بتعملوا ناس لا يعني كابتن كوشري نفسه لو بتسأل حيقول إن هو بيشتغل في مناخ مريح جدا لذلك بنتمنى إن شاء الله تكون صمرة التعاون ده كله بين الجهاز وبين مجلس الإدارة وبين الجماهير وبين ولاد النادي أو نجوم النادي اللي موجودين إنها تكون الصمرة الصعود هل في تواصل ما بين الكابتن شاكر عبد الفتاح والكابتن أحمد كوشري حتى لو على المدى البعيد بس هل في تواصل ما بينكم أو ما بين بعض سواء بوجود حضرتك في داخل نادي الترسانة أو في التليفون ولا حضرتك حابب إن حضرتك تبقى بعيد وتتفرج وتجهد ولو في حاجة ممكن تقولها لكابتن كوشري ده حقيقي لأن أنا يهمني الترسانة بس برضو لازم كل واحد أو كل مدرب أو مدير فني لازم تديله المجال وتديله الأريحية في أنه هو بيعمل اللي هو عايزه وينفذ رؤيته لكن كابتن كوشري إيه الحقيقة يمكن محدش يعرف الموضوع ده كتير غير يعني قلة قليلة كتير يا أنا بوصل له وجهة نظر معينة أو هو بيستفسر مني عن شيء معين فطبعا بكل حب وبكل ورد بما فيه المصلحة والاحترام طبعا قبل وآخر كل شيء بيسمع وبيحاول ينفذ لكن طبعا له كامل الحرية في الفكر اللي هو بيشتغل به لكن احنا كلنا في النادي مش شاكر بس على استعداد طبعا لأي مشورة ان احنا نقدر نساعده بيها طبعا مش هنتأخر ولا هو الحقيقة في حرج انه يسأل عن حاجة معينة لا بشكل أو بآخر مش ضروري تكون على الملأ لأنها العملية مش مزايدة احنا بيهمنا الكيان وهو نفس القصة فيا بنوصل وجهة النظر بشكل ما او هو بيسأل بشكل تاني مباشر او بتوصل له المعلومة وهو طبعا في الأول في الآخر صاحب القرار الأول والأخير طب هو كيف يتفرج علينا فعيس با يعني ايه نصيحة لكابتن شاكر يحب يوجهها لكابتن احمد كشري قبل مباراة مهمة مباراة كوكا كولا يوم الخميس وكمان في ظل الصراع القوي ورهيب على صدارة المجموعة الخاصة بين مجموعة القارة في دور الدرجة التانية ايه نصيحة لك توجهه له وايه ممكن كابتن شاكر يقوله لكابتن كشري خلال الفترة اللي جاية انه هو يبعد عنه وانه هو يتفدى علشان يكمب في المصاري الصحيح هذا طبعا يعني اول حاجة بنقولها انه لسه قدامنا اه عشر مباريات مضبوط دول مهماش عدد اه قليل طبعا سواء ان شاء الله احنا في المقدمة او لقدر الله حصل اه اي شيء فيه تعادل او او اه الامور دي ما تهزناش اه ابدا ولا تربعنا على قمة المجموعة يدينا احاق بان القصة بقت منتهية لان لازم ناخد بالنا ان الهبوط اربع فرق السنة دي من الممتاز به هيبقى فيه اربع فرق واحنا في اخر تلات مباريات عندنا اه اربع اه فرق فيهم فرق المطش اللي بعد جاي فيهم فرق هي الاخير اه والاربع الاخر برضو دميات والزرق وفورتو السوبيس دميات والزرق وفورتو السوبيس والنصر والنصر ومتخب السلطة في اخر مباريات في الدور التاني صح اه وفي القناة منافس منافس فانده عندك اربع مباريات في الاخر فيهم الكلام ده اه اه او فيهم الايه ممكن تبقى فيهم صعوبة فلذلك احنا عايزين نحافظ على المشوار بتاعنا بداية من كوكاكولا وبرتو اه 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 ابو ساقل ابو ساقل اذا طبعا ان شاء الله ودلنا تمنى حصلنا على الست نقاط دول اعتقد حنفرق عن فرقتين على الاقل من اللي معانا من الخمسة بشكل كبير لكن ده ما يخلناش ابدا نركن الى ان احنا خلاص ان شاء الله احنا صعدين ونقه ونهدى لا احنا عايزين دايما نفضل على طول الامور اه ما بتنتهيش غير معا اخر سفارة في اخر مباراة او اذا كان عدد النقاط اللي في المسابقة احنا وصلنا لي ان محدش ايه يحصلنا يبقى هنا المهمة ايه انتهت لذلك عايزين ان احنا نتحلى بالصبر والهدوء سواء اثناء المباريات بتحصل حاجات كتير ممكن اخطاء خطأ لاعب خطأ خصم خطأ حكم كل ده بيبقى وارد اللي ايه عملت السبات النفسي في العشر مباريات اللي جايين دول حيساعدونا كتير قوي في الحصول على النقاط الكابتن كشري يعني شخصية هادية مهزب مفيش يعني في مدربين بتبقى عندها شيء من القصارة او العصبية وبيبقى خايف اما بيوصل في مرحلة الصراع هو يمكن الكابتن كشري بيتميز به الهدوء عايزينه برضو يبقى اهدى لان المباراة اللي فاتت لما كنا مغلوبين واحد صفر من فريق مصر انا وانا قاعد بتفرج شفتوا ابتدأ يتشد شوية مع الخصم كمان فدي برضو احنا مش عايزينها عايزينك تفضل محتفظ بهدوءك بفكرك عشان أثناء المباراة تقدر تاخد القرارات اللي فيها الصالح طبعا مع او بالتعاون مع الجهاز اللي موجود معاك وانا شايف ان الناس اللي موجودة معاك كلهم الحقيقة مهزبين سواء كابتن احمد رجب او كابتن متحة انور وهو من ابناء ومن نجوم الترسانة والكابتن عصام محمود كمدرب حراس مرمى والجهاز الطب اللي معاه والمناخ بصفة عامة اللي مهيئه مجلس الادارة للجهاز فاحنا عايزين نحتفظ بهدوءنا مهما حصل بنفضل متمسكين بالامل بنسعى للهدف اللي محتوط وطبعا القيادة هنا بتبقى عليها مسئولية كبيرة قوي في تحقيق الهدف ده وانا شايف ان شاء الله كابتن كشري عنده القدرة يعني اللي خلانا اكسبنا او فوزنا في ستة اسابيع متوالية وربعض اخر تلاتة في الدور الاول واول تلاتة في الدور التاني ان شاء الله بتكاتف الجميع والتفكير السليم والمناسب مع جهد وعطاء اللعيبة ان شاء الله نقدر نوصل للي احنا عايزين ايه اصعب يا كابتن التدريب في الدور الممتاز ولا في الدور الدرجة التانية لا الدرجة التانية طبعا هو مش التدريب اللي صعب الاجواء الاجواء ليه والمناخ المحاط بالفرق الدور الممتاز اه يعني انا اشتغلت في الدور الممتاز معنا عشان كده حدا بس حضرتك وبر الفرق كلها انت بتشوفها باستمرار وبتشوف ما انا اما باجا اتفرج ما بتفرجش بس على الفرقة بس طنبط افكار المدربين واحتمالاته لان فيه مدربين النهاردة اللعبت النهاردة بشكل معين يمكن بكرة تلعب بشكل تاني تمام يمكن يغير افكاره صح فدي انت بتبقى مباشرة مطلع على افكار المدرب اللي قدامك مطلع على قدرات اللعيبة اللي بتلعب قدامك فبتقدر تحط عفوا البرنامج التدريبي المناسب للمباراة القادمة بتحط الفكر اللي يجابه فكر المدرب الآخر ده ما بتلاقهوش في الدرجة التانية كتير لان طبعا الاعلام وان كان طبعا يعني بعض القنوات ومنها طبعا اونس بورت و صدى البلد الحقيقة بيزيعوا المباراة فبقى فيه الصوت الضوء مسلط على المسابقة لكن بتبقى مباراة بحاجة لكن غير الدور الممتاز انا ممكن نشوف وانا في الدور الممتاز بمرن فرقة ممكن نشوف العشر فرقة التانية وبحط ملاحظات وبكتب ملاحظات وبشوفهم ماتش بره ملعبه ماتش جوه ملعبه المدرب هنا فكر ازاي هنا فكر ازاي فبتبقى الدنيا زي كتب مقروقة للمدرب لكن الممتاز ب انت بتلعب في وادي ومش عارف تشوف التانيين لا اللعبة ولا المدربين انا وانا كما كنت قبل كده ماسك الترسانة سالعة مصعدنا في 2005 2006 كانت بابعت يعني مصور ومعا واحد بتاع كورة يعني بيصور للمباريات بيصور لحاجات معينة لانه ما عنديش فرصة اعرف اروح اشوف ان كلنا بنلعب في يوم واحد عكس الدوري الممتاز امباريح كان في مباريات النهاردة في مباريات اول امباريح كان في مباريات فتقدر عندك الوقت تقدر تشوف حتى لو ما شفتش بتقدر تسجل فمن هنا بتبقى السهولة بتاعت طبعا الدوري الممتاز عن الممتاز به بالاضافة طبعا امكانيات الملاعب برضو بتختلف كتير يعني في ملاعب صغيرة قوي في الدرجة التانية غير الممتاز بتلعب في استادات ومساحات ملاعب كويسة برضو الفرق اللي بتلعب ومعظمها بينافس او عايز يقدي كورة كويسة بتعرف تلعب معها كابتن شاكر حراك قلت صعدت مع الترسانة في موسم 2005 حراك حققت بطولات في الخليج مع الشرق او مع العين الاماراتي ايه الفرحة اللي كانت اكتر فرحة صعود كابتن شاكر بالترسانة الدوري الممتاز ولا تحقيق بطولات مع نادي الشرق الاماراتي او نادي العين الاماراتي سؤال صعب القدم او مدارب كرة القدم انتماؤه طبعا انت عندك انتماء ثابت صح يعني احنا كمصريين صح هنفضل مصريين صح وبنحب بلدنا طبعا وبنحب ان احنا بلدنا تبقى احسن بلد في العالم صح اه نفس القصة اه انا بنتمي لنادي الترسانة اه مولدا وشابا ولعبا ومدربا دي وتاريخا دي قعدة ثابتة مش هتحرك لكن انتماء المهني لما طلعت برد الترسانة واشتغلت في نادي العين فانتماء المهني كان لنادي العين طبعا فببقى حريص لان رأس مال اه المدرب او اللاعب تاريخه وعطاءه ونتايجه اه فطبعا يعني دايما انا فخور باللي قديته او واجبي اللي قديته لما كنت مدربا لنادي العين سواء على مستوى القطاع او على مستوى الفريق الاول على مستوى القطاع يمكن دي كانت اول مرة في تاريخ نادي العين يستعين ان الفرق الشباب والنشئين بتوعه يحصلوا على بطولات لما كنت مسؤول عن قطاع خدنا ثلاث بطولات في ثلاث سنين واربعات مع الفريق الاول طبعا اول ما توليت الفريق الاول حصلنا على دوري السوبر مش كال السوبر كان ست فرق وبتلعب دوري يعني ست فرق الاوائل وبعد ما بتنتهي الدوري وبتلعب دوري من عشر مبريات حصلنا فيه طبعا على البطولة لعبنا بعدها نهاء الكاس كان مع الشرق خسرناه بدربات الجزاء فوزنا في 98 بالدوري وده كان لوت شركت كابتن برضه في تشكيل المنتخب الاماراتي بعد الشيء انا كل اللاعبة اللي لعبت معايا في العين منو هم نشئين كنت بقولهم لعبة دي حصل صرف لذلك كنت بستعين بيهم دي سهلت للمهمة برضه ان انا خدتهم من الشباب او منشئين لعبوا معايا في الدرجة بس ما جاوبتينيش كابتن شاكر الفرحة ما انا هقولك دوري 98 كان ليه فرحة كبيرة لانه كان تحدي كان العين في المركز الثامن من عشر فرق وانا كنت في نادي الوحدة واعتذرت فالعين كان متأخر او انا كنت يا دوب بسعب العين ما بقليش 3-4 شهور فالله يمسيب الخير الأستاذ الخليفة ناصر السويدي كان رئيس مجلس الادارة وطبعا مجلس التنفيذي بتاع النادي كان طبعا برياسة الشيوخ محمد بن زايد وعبدالله بن زايد وهزاع بن زايد ومجموعة كبيرة من الشيوخ وحمدان بن مبارك فالأستاذ الخليفة اتصل بي وقال لي احنا عرفنا انك انت معتذر وعايزينك ترجع النادي تاني وقال ليه مفيش مشكلة فهو احنا بنتكلم كان النادي العين في موقف صعب التامن وكان فوقينا ثلاثة أربع فرق فهو احنا بنتكلم ويعني بنتكلم في العاد فبقول له عايز نحط شرط كده يعني هو بيجراجل بتكلمني على أساس ان نخرج العين من القاع قلت له في حالة الحصول على الدوري يبقى فيه مقابل كذا فبصي لي كده يعني يعني باستغراب شوي يعني هو سأل حالك أكيد سأل حاج تاني يعني قصدك ان احنا نبقى في مقابل في بايس ولا ناخد الدوري لا الحقيقة هو في بصي لي كده وبعدين قال لي طيب أنا موافق على الشرط ده وأنا من جيب الخاص نفس الايه نفس المبلغ نفس الكافة النادي ده دليل يعني هو مش مصدق أنه أول عايزين نطلع من الكاب فطبعا الحصول على الدوري في الدوري كم من الحاجات أو الإنجازات اللي الواحد بيسعد بيها و بيفتخر بيها حتى فترة عمل كلها مع نادي العين طبيعي ليه لأن في الشرق نفس القصة أن طبعا الناس تحط ثقاتها فيك وأن نادي الشرق ينزل واتغير جلد الفريق بالكامل فرقة كان تسعى منهم منتخب الإمارات ويهبط فكن أنه يستعينوا بيك فدي حاجة بتسعدني و بيفتخر بيها طبعا والحمد لله ربنا وفقني في نفس السنة على طول صعدنا وحصلنا على بطولة الدوري بعدها روح تنادي الإمارات برضو ونفس اللي حصل معايا مع الشرق هو نفس النتيجة مع الإمارات وخدنا بطولة الدوري وصعد برضو الإمارات طبعا ده كله بيسعدني وبفتخر بيه لأنه فيه سجل التاريخ بتاعي كمدرب لكن وبزعل طبعا على أي فرقة من الفرقة اللي أنا مرنتها أني لما يحصل قصور عندهم شوية لكن طبعا بالنسبة لنادي الترسانة ده الأساس ده القاعدة اللي أنا ده انطلقت منها ده المكان اللي بنتمي ليه زي ما كلنا بننتمي لمصر فطبعا مرتين مرة سنة 92 93 كنت أنا مدرب عام مع المرحوم الكابتن شازلي وصعقو دي كتت أول مرة الترسانة تاني مرة كتت ترسانة تنزل فيها في مرة نزلت سنة 81 واحد وثمانين كنت أنا لسه موجود كلاعب جيت والفرقة يمكن كلها بطلت وأنا الوحيد اللي استمرت كان لسه بقى جيل صغير طالع كان محمد رمضان وبقر عبدالعزيز موجود جمال حمزة موجود آدم أسماء كتير وكبيرة وكان بيمررنا طبعا لمرحوم الكابتن حمزة عبد المولة وطبعا بحكم قيادتي للفرقة وصعادنا كان دوري قوي كانش إيه مجموعات ولا الكلام ده كله كان على مستوى مصر والمرة طبعا التانية في 92 93 كنت مدربا برضو دي كان ليها واقع كبير في 2005 2006 طبعا كانت المنافسة قوية جدا لأن ما كانت دورة بعد ما بتخلص من 6 فرق بتلعب برضو كان ذهاب وقياب فبتبقى الفرصة أو المنافسة قوية جدا كان ساعتها صعدنا من الستة إحنا وبترجيت وطبعا يعني من ساعة بترجيت ما صعد في 2005 2006 وهو ما زال ونتمنى له طبعا أن أوضاعه تتحسن فطبعا 2005 2006 دي برضو يعني لأنك الترسانة قعدت فترة قبل كده من 92 لما صعدنا قعدنا بعدها فترة كبيرة برضو الترسانة نزلت وقعدت فترة لحد أما صعدنا فيه 2005 2006 فطبيعي أي إنجاز يتم للترسانة وتاخد وضعها الطبيعي فيه بيسعدنا كلنا كترسانوية لأنه بيعود على الجميع بالإيه؟ بالهدوء وبالاستقرار وأنه بتحس الكيان اللي أنت بتنتمي ليه هو ضمن مصافي الأندية الكبيرة وده المكان الطبيعي اللي بيبقى موجود فيه لكن طبيعي الانتماء المهني بيبقى قبله وآخر يعني أنا لو مثلا بمرن فرقة وحلاقة بالترسانة طبيعي طبيعي انتماء حيبقى مهني للمكان اللي أنا بشتغل فيه مش هنزايد ونقول لما في شوعة حيخون مهنته ولا حيخون أمانته لكن بالضبط لما تيجي تقول كده نضرب كمثال الأندية اللي أنا اشتغلت فيها كلها بمثابت كلهم زي أولادي وطبيعي بيبقى الابن الأكبر أو البكري بيبقى ليه المعزة لكن دوت لا ينفي إطلاقا معزة الأبناء الآخرين فكل الأندية اللي أنا تعاملت معهم ليهم طبعا قدر كبير من المعزة وبفتخر بيهم جميعا وخاصة المنتمين لهذه الأندية كلهم ومازلت طبعا على اتصال بكل مكان اشتغلت فيه في اتصال دائم مع أفراد كتير وده شيء بيسعدني دايما كابتن شاكر حضرتك ضربت الفرق داخل مصر وضربت الفرق خارج مصر دايما المعادلة الطبيعية إن المدير الفني بيحقق في بلده بطولات لكن حضرتك عملت المعادلة الأصعب في مصر لم يتم تحقيق أي بطولة لكن في الخليج وفي الإمارات حققت المستحيل والصعب زي ما حالك قلت لها على مستوى قطع ناشئين مع فريق العين مع فريق الشرقة هل خارج مصري يوجد العوامل اللي ممكن تنجح أي مدير فني شاطر وفي مصر مش موجودة ولا كان فين الخلل أو رأي حراك إيه في القصة دي تحديدا طبيعي كرة القدم بتعتمد أساسا على إمكانيات وقدرات إمكانيات تتوفر مدير فني أو كوتش عنده قدرات عنده أفكار عنده شخصية عنده طموح عنده تنظيم عنده هدف مهني في حياته إذا كل ده مترتب صح وأعطيت الفرصة لتحقيق شيء أكيد ربنا بيوفقك وحتوصله داخل مصر للأسف الشديد قد تكون الأمكانيات محدودة إلى حد ما وقبل الأمكانيات والكلام ده كله أنك تعطى الفرصة وأن الناس تدور فعلا على الأقدر والأكفأ والأنسب دي مش موجودة في مصر معايير الاختيار في مصر للأسف الشديد يعني معايير مؤسفة لا تعتمد إطلاقا على قدرات المدرب على إمكانيات المدرب على أنك تختار الأنسب للي أنت عايزه المعايير هنا في مصر بتعتمد على أسماء أسماء مش مهم الأسماء دي من أي نادي من الأندية الكلام ده كله دي أسماء الأول عشان الناس رايح دماغها المسؤولة في الأندية أنا جبت من هنا وجبت من هنا عشان لو حصل إيه حقيقة الله أنت بتختار وأنت بتدي لنفسك أسباب التبرير من قبل ما لا قدر أحصل لك إخفاق دي نمرة واحدة نمرة اتنين اللي تفاقم أكتر بقى للأسف الشديد عملية السمصرة اللي هي بتحرك الإدارات والمدربين كتير قوي تباها لك على حق تباها لك سؤالك السمصرة طيب ويمكن أنا حصلت معايا وقعة أحنا تجوزها يعني في أحد الأندية طبعا بعد الاتفاق معايا مباشرة هم يعرفوا ما هي القدرات بتاعت شين أو صاد لكن فجأت بأن في ناس عايزة تتفق معاك على اتفاق وحتاخد جزء من المبلغ من الفلوس واللي يقول الكلام ده كله طبعا الكلام ده كله أنا رفضته طب كابتن شاكر هل هو عيب السمصرة أم لا عيب رؤساء الأندية اللي هم بيخضعوا بص كابتن رئيس نادي هو اللي بيتحكم وبياخد قرار مع مجلس الإدارة بتعييم فلان وبالتالي السمصار لما يجيب كابتن شاكر يقول لنا وديك الحتة الفلانية كابتن شاكر ما عندوش مشكلة لكن رئيس نادي لو وافق با هو العيد منه طب أنا أنا بتكلم في إن الجانب الأكبر على رئيس نادي رئيس نادي لو عيفهم وعرف الكلام الحقي بتقولوا ده هتبقى الاختيار لها معايير إن أنا مش أي حد يجي يقول لي خلي فلان يمسك حاضر وأنا موافق أيها طبعا المفروض إن أنا كنادي لا أعتمد على السمصرة أولا إحنا اللي موجودين عندنا 99% منهم سمصرة مش وكلاء العيد طبعا لأن الوكيل الرياضي أو الوكيل بتاع كرة القدم أولا لازم يكون بيفهم فكرة القدم لما بيقعد مع إدارة النادي لو هو وكيل للنادي مصلحته فبيقول له أنا عايز مدرب بمواصفات معينة أنا عايز أصعد أو أنا عايز أخذ بطولة الدورة أو عايز أبقى في منطقة آمنة أو 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 بيحط له الهدف بتاعه فبيقول له أنا عايز مدرب يقدر يحقق لي الأهداف دي يقول له خد ده يقول له خد الكابتن عمر نمر واحد وهتكلم لك فلان نمر اتنين وفلان نمر ثلاثة ليه؟ زي ما بترشح لعيب عايز لعب وسط بتقول للمدرب فيه ثلاثة في الحتة الفلنية هو طالب لعيبه بمواصفات معينة فبتقول له ده كذا وده كذا وده كذا وده قيمته كذا وده قيمته كذا تبقى للأهداف الايه؟ الموضوعة نفس القصة كمدرب بس الوكيل بتاع المدرب اللي هو زي الوكيل اللي عايبين برضو هو اللي بيتكلم وهو اللي بيعمل وبيفضل ايه؟ لما تحصل مشكلة يجو يتكلمه مع الوكيل زي ما بتبقى عندك محامي صح لكن السمصار ده راجل بينفز لك او بينفز عملية وخد حقه وجري يعني بينفز عملية تهدف فقط الى مصلحته الشخصية مصلحته الشخصية ماليش دعوة لذلك هتشوف بدون دعوة ذكرى اسماء هناك مدربين في الدرجة التانية اشتغلت في خلال الخمس شهور اللي فاتوا دول في ثلاثة اربع اندية وفي الممتاز نفس القصة هل اتحاد الكورة يجب ان يصدر قرار بمنع المدير الفني بالعمل لأكتر من نادي خلال موسم واحد هل ده هيفيد ويحيي مدربين من جديد ويديهم الفرصة علشان يظهروا على السحر رياضية والقراوية مع احترام طبعا الاتحاد الكورة الاتحاد الكورة دي مش مهمته المهمتين الاندية الاندية لازم تكون حريصة على مصلحتها ويبقى القرار دايما في الاندية من خلال هي ده اللي احنا بنفتقده لجان فنية لجان فنية بتتشكل في الاندية اللجان دي مهنية انت اللي بتوكل لها كل الامر يعني انت مثلا بتقول النادي الاهل عنده لجنة لإيه لجنة كورة لجنة كورة عنده لجنة تعاقدات لجنة تسويق عنده لجنة تسويق صح ساعة انتقال محمد رمضان للنادي الاهلي سنة تسعين تمام قيل انه رايح النادي المصري تمام واعلم بمبلغ كذا ساعتها كابتن سايس كان كتب كده في الجرنال ان انا مش هضم اي لاعب مش محتاج اي لاعب اللي اذا كان واحد بمواصفات محمد رمضان كده قالها صريحة بعدها وده يمكن اول مرة الموضوع ده بيتقال على الهوى الكابتن حسن حمدي كابتن خطيب عرفوا ان محمد رمضان يحقله الانتقال المباشر لأي نادي من نادي الترسانة بعد قصة الاحتراف سنة التسعين فاتصلوا بيه تحب تيجي النادي الاهلي قالهم والله انا متفق مع المصري في كده ولكن نادي الاهلي طبعا ده مين حسن حمدي كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب اللي هما يعني من نلجوموا الكبار اوي في الكرة المصرية وكانوا افتكر ساعتها كان الكابتن حسن امين صندوق كان برئاسة المرحوم الكابتن عبدالصالح الوحش الاتنين وهما من هما طبعا نجوم كبار واسماء كبيرة وكان الكابتن حسن الحمدي فترة مفترات مدير كورا وكابتن الخطيب كان نجم كروي وشعبية جارفة ما تصرفوش من تلقاء نفسهم اتصلوا بالله يرحمه الكابتن عبدالصالح الوحش كان خارج مصر في أوروبا وقالوا له فيه كذا كذا رأيك ايه رأيك قال لهم لا ما عنديش رأي انا رحب باللعيب لكن اسألوا الكابتن سايس هو محتاجه ولا لا كان الكابتن سايس في معسكر في اسماعيلية ف محدش تخطى التاني ليه احترام الاخرين في عمالهم وفي مهنتهم او في فكرهم مهم فاتصلوا بالكابتن سايس قالوا له فيه كذا 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 اذا كنت محتاجه ان ايه هنقدر نخلص الموضوع معك مش محتاجه هنقفل مش هنتكلم فيه خالص قال لهم ده انا كاتب كذا 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 يا ريت وعلى هذا الاساس اشتغلوا وضموا حمد رمضان فهي القصة كلها عشان كده بقولك ليه دي مسئولية الاندية لان الفايدة الوحيدة هتعود على مين على النادي الاول فلو انت عندك لجان مهنية موجودة وبتوكل لها الامر تشتغل عليه وتبقى دي اي شيء مرضود بيروح لللجنة دي في الاول فاي زي ما بتعمل لجنة ثقافية اشمعنا اللجان الثقافية ما بيخشوش فيها واللجان الاجتماعية واللجان الرحلات والكلام ده كله الكرة الكرة هي يعني اسود ايه اللي بتدخلوا فيها طب ما هديمش شغلتكو اصلا دي شغلت ناس ايه اه تانية فانا النهاردة لو عندي اللجان دي لما باجي اختار اللجنة دي بتقعد مع المدير الفني طلبتك ايه برة طبعا في حاجة اسمها المدير الرياضي ممكن انت طبعا لعبت برة المدير الرياضي ده اللي هما بيقولوا عليه المدير الفني صح والمدرب اللي احنا بيقولوا عليه المدير الفني بيديك كوتش صح بيقولوا انا محتاج كذا 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 فبيقولوا عندي هنا في فلان في فلان في فلان ليه فيه ثقة متبادلة في العمل وثقة في قدرات اه كل اه واحد وبالتالي هتقدر تستغنى عن السمسرة اللي بيخطف ويجري النهاردة واحد سمسار واداك نادي عصرت لك مشكلة صح ميروح هو يتكلم لو هو وكيل صح عشان كده الاتحاد الدولي كان في الاول خالص فيه وكلاء معتمدين وكانوا بيحطوا مبالغ في الاتحاد الدولي صح كضمان صح عشان لو الوكيل ده أثر واه اول وكيل كان حصري وكان معتمد في الاتحاد الدولي وكان وكيل مصري الله يرحمه كابتن جلال محمود اللي هو كان صاحب فكرة انشاء اتحاد مصري للعبين المحترفين فمن هنا كان وكيل بمعنى الكلمة القصة بقى دخلت ده انا لو واحد ماشي في الدخج النادي وواحد قبله سلم عليه قوله ايه ده انا كلمت عليك فلان فهي المشكلة كلها كابتن شرفينا وعطينا استمتعتا جيتنا بالحوار مع حضرتك العافة امر انا تحت عمرك يعني ساعدت يعني بالجلسة معك زي ما قلت لك ابن عزيزي وابن اخ غالي يعني من نجوم مصر وقناة النادي الاهلي بصفة خاصة دايما بتساعدنا بحاجات كتير ونتمنى لها التوفيق في كل المجالات بصور الله مع حضراتكم لنهاية فقرة اليوم من الاهلي الليلة فقرة حولها تانية كانت مهمة جدا ومسك الختام مع احد من نجومنا النص ونادي اترزانة في العصر ذهب الكابتن شاكر عبد الفتاح بنبارك للنادي الاهلي بفوزه اليوم واستعداداته لمباراة يوم الجمعة ان شاء الله نعم حرص الحدود كل التوفيق دي النادي الاهلي في المباراة قديما نشوفكم ان شاء الله بكرة في حالة جيدة من حلقات الاهلي الليلة تصبح على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة